ما من بارقة أمل تلوح في أفق العراقيين فالأوضاع تزداد سوءا يوما بعد آخر نقص في الخدمات وتوقف في تطوير البنية التحتية وارتفاع لا يطاق في درجات حرارة الأجواء زادت من شراستها والمواطن كالعادة هو الضحية مصائب تكالبت وقررت الانقضاض عليه معلنة حربا ضروس ومع أن العراقيين كانوا يعلقون الآمال والأحلام على الانتخابات والشعارات التي رفعت فيها إلا أن آمالهم خابت فالفساد من صناع المفسدين استشرى وقضى على كل آمالهم كارثة بيئية وصحية تهدد منطقة عامرية الزبيلية الثانية خصوصا بعد أن افتقد سكانها لأبسط الخدمات فالماء الصالح للشرب إما شحيح أو معدوم والأمراض المتفشية تفتك بكل ما يقع في محيطها الأرض تعلوها الملوحة وحتى النخيل فليس بحال أفضل من توأمه الإنسان إذ بات يتلوى ألما بعد أن سقيا من مياه الصرف الصحي وأصبحت حياته في مهب الريح تعاني منطقة الزبيلية من عدة أمور أهمها انقطاع الماء والكهرباء وانتشار الأوباء وعود المسؤولين حقيقة ما أجى مسؤول لهذه المنطقة ووقف على معاناتها وشافش بيها مثل ما تلاحظ هذا النهر شوف المياه الآسينة بيه هاي من عدة تنتشر الأمراض من عدة تتمرض الأطفال المواشي حقيقة جاي تموت بهذه المنطقة وماكو أي حل الناشد الدولة والناشد المسؤولين بإيجاد حل لهذه المعانات حسن المعانات الدليل أنت تشوفه قدامك يعني ماكو دعالي أهم الحجز زايد وراجعنا هو يعني راجعنا المحافظة وراجعنا شكو دائرة مختصة سيق الزرع من هذا حسن ما يثقي اللي تشوفه قدامك والإسالة نسيناها لأنه راجعنا أكثر من عم عشر مرات خمسة عشر مرات لحث ما صار ملل والناس جزعت يعني أنه ماكو واحد يصدق بالواعد ماكو هسه وخمس دقائق ونص ساعة وراكم وباشروا حقبوا ماكو فائدة آخرون لم يذهبوا أبعد ممن سبقوهم إذ قالوا والله بنسبة المعانات نحن عاني مخلة الماء من قطعة الكهربائي وهذه المياه الثقيلة جايز يسقون بها المزارعين صارتان يسوي أمراض متعددة فإحنا طالب من حكمة شاملنا بالخط ماء مخويات ماء الحلوس ومضخات ماء تقوية وحل مشكلة الماء مال السقي نطالب بحل أزمة الماء وذلك عبر وضع مضخات ماء ومخويات وهنا يبرز السؤال العقيم لماذا كل شيء في العراق يموت أو يسقم أو يضام دون مبالاة